اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد علي افضل الصلاة والسلامة فيديو جديد ووصفة جديدة هي مش جديدة قوي انا عملتها معك وقبل كده بس بطرق مختلفة النهاردة هنعملها برضو كده بطريقة حلوة وهتخليك تحبيها من غير اي حاجة جنبها هنا كده جبت بصل على النار وحطت معلقتين زيت او سمنة زي ما تحبي وكمان هقطع عليهم فصنتهم البصل ده كان ابيض وكمان قطعت عليه بصل اخضر وفصلتهم كده قطعتوا عليهم هنديهم تشويحة كده مش هنحمرهم قويان تعمليها بقى وتدخليها وتحطيها في طوجن قبل ما تحطها في الفرن او تسبيها كده زي ما هي في الصينية عادي ما فيش مشكلة ندي لها تشويحة كده رح تطوم تطلع هننزل بقى بالسلة والجزر اللي معنا الصينية دي متاح تحط فيها كل حاجة يعني اللي انت حاب تحطيه حطي يعني تحطي كوسة تحطي بطاطس تحطي آآ بتنجان زي ما انت حاب تحطي حطي فصولية اي نوع خضار انت تحبي يحطي حطينا كده اول بسلة والجزر بياغضوا وقت في السوى شوية فاديهم تشويحة لهم هنا بقى عاملة بطاطس آآ كده معطعوها وكمان جزر حلقات مع الطعام كده هنزل برضو بيهم مع البسلة والجزر اللي متخرطنا ايها زي ما قلتلك كده هي صينية خضار مشكل فانت حطي بقى زي ما انت حاب لأي خضار تحبي حطي ادينا لهم تشويحة مع بعض برضو وبعد كده هنزل بالتوابل ملح وكزبرة وكمون وفلفل وشوية شط شوية بابريكة زي ما انت حابة بقى تحط لهم مرأة ما تحطيش بس انا ما بحبش المرأة في في الاكل كتير يعني تلهم تقلبة مع بعض كده تاحت التوابل مع الخضار تطلع ممكن بقى في الحالة دي تحط لهم تعطي حلقات طماطم برضو كده شرايح وتحطيها وما ما تحطيش طماطم مع صورة بس انا هنا عصرت الطماطم وحطتها علي اهي بالشكل ده تخلص بقى ونوريها لكم هندخل على الفرن طبعا بعد ما طلعت من الفرن بقت معي بالشكل ده كده زي انتهى بقى بشوية خضرة وممكن بقى تعمل جنبها شوية رز بشعرية اه تعمل جنبها حاجة زي ما انا كنت عاملة جنبها السمان اللي كان في الفيديو اللي قبل ده يا رب بقى الفيديو يعجبكم ونكون دايما خوف عليكم ونشوفكم على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة